السلام عليكم سوف نبدأ الانفلونس لين لتراسيز عن الانفلونس لين لتراسيز لا يختلف أبدا على البيم يعني لا يختلف أبدا على البيم يعني ببساطة لما اجي بدي اطلع الرياكشن عند ايه احكي هاي الاسبان عندي الرياكشن اللي هون اطلع اقين المعينة اصفر هيك هاي زي السيسو اطلعني السيسو بعد مفس الميل كمام كمام فهاي المعادلة اللي بين السيبرتين هو هاي الخط ميلو اطلع 16 و 16 و 16 64 معادلة الرياكشن اللي هون معادلة الرياكشن ايه معادلة الرياكشن ايه تمام تمام فلاحظ انه هاي الرسمة رسمة الانفلونس لين هسا للمنبرات لو دا وجد انفلونس لين في المنبر هسا الرياكشن يعني الرياكشن ما بفرق عني زي اللي قبل زي الانفلونس لين عادي المنبرات كيف توجد المنبرات و البساطة حسب شو بده هسا في عندي اشي اسمه اشي اسمه و اسمه و ابر و اوجي اسمه lower cord شو يعني هاذ ال uber cord في عندي ال upper cord اللي هو الجهة هاي اللاور كورد عندي اش الجهة هاي يعني إذا السيارات تمشي على هذه الجهة ستنشي على هذه الجهة ماذا يفرق عندي؟ يفرق عندي شيء واحد بس يفرق عندي الزيرو فورس ممبر هذو 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 كافية عندي ببقوا معي الزاء انا قولنا الانفلونس لاين او لو ما اوجد انفلونس لاين انا بطبق المعادلات اللي اخذتهم بشابتر فور وشابتر توم كافية عندي انا ودي اوجد القوة بالممبر هذو شو بعمل؟ ك kali mi donc انفلس ايام شو بعمل؟ في عندي هون مثل ما عندي قوة عندي هنا قوة عندي هنا قوة فبنتال اصبح زيرو فورس ممبر فس بال External . فقل shifted لا انا ر Lisa ني لدي متحرك رابقون هون فى هذا 0 رابقون هون فى هذا 0 مر wrapقون هون فى قيمة لهات فى هكذا لو كان يمشى بالأبر قارد إذا كان يدخل على أبر كورد فهذا دائما زيرا هذا دائما زيرا فالفرق بين الأبر كورد و الأوريقات الأهمية هي ping & joint إذا كنت تدخل على أبر كورد فهذا دائما زيرا كنت تدخل على الأبر كورد فهذا دائما زيرا أو هؤلاء فقط إذا كنت أوجد منبر اسمه U1L1 2-1-L-1 يعني هذا الممبر سأضح أنه يكون قيمة واحد وهان بتصفر وهان بتصفر وبوصل بهم عن عادلته هي سالب واحد بس لأنه سيقوم بمشي على الأبر كورد هو اللود فيك وهذا كومبريشن طب U2-L3 ها U2-L3 طب هذا كيف تأوجده طب اقطع الجزء اليمين الجزء اليمين الجزء اليمين مثلا فأنا عندي ممكن يكون هون فيها هاي يعني ممكن اللود ما يكونش من مرة يعني اللود يوصل هون اللود يوصل هون فعندي المعادلة هاي معادلة هاي معادلة هاي وهذا الخط يوصل بينهم يعني هذا ما بيكون موجود بالمعادلات كما أنا بقطع هل شايفو هذا الاشي أنا أبرسمه أبرسم المعادلة هكذا وديت معادلة هذا مائل صح سيجما ف5 تساوي 0 و اقطع ما هي القوى التي تصبح عندي تصبح عندي تصبح عندي تصبح عندي تصبح عندي تصبح عندي 1 ناقص الرياكشن فرقة موجبنا ناقص الرياكشن ساوي 0 ف بالتالي ن نساوي أطار ناقص 1 أساين ثتا المعادلة الأولى أطار بطلعها 1 ناقص x على وقتحل ثتا يتطلعها تصبح عندي فتصبح عندي هذه المعادلة ثم أدخل定 نفس المعادلة الذي كتبتا لنا أدخل الواحد لأنه لوجد الوضاء لا يوجد يوجد R على Sin Theta عدخل يوجد R على Sin Theta حيث سوف يكون هذه معادلة R على Sin Theta ثم أحدث نحن نعطي بسبب بيما أعلن أن ي την إدخل الهاتف فكنت بينك yn فريقاني يعني البيم بالطبع يعني هذا يريده فتو و الفريقاني هذا لنعرف مايسه فأدخل المينبر أما يشفه مثل ترميم المينبر في هاي لاحظ انه قل لك اقطع اخذ السم لك يفرض انه قل لك انه بمشي على فوق لاحظ انه اقطع وحل انه مرة ومرة بعد اللود حال طبيعي sigma 5 تساوي 0 R5 بدلات R5 لا اخذ الجزء اليمين اخذ الجزء اليمين لا اقش معي وهذا بحال مرة سالب مرة اخذ R1 لا يفرق معي اوجد هذا المنبر U3 U4 ماذا اعمل اخذ المومنت مثلا اخذ المومنت هنا اخذ المومنت هنا اخذ المومنت هنا اخذ المومنت اخذ المومنت مرة يكون لديه اللود مرة يكون لديه مرة يكون لديه اطلق لما يكون هناك اكثر من الـ Load لن أجد الـ Influence Line رسمة الـ Influence Line نفسها نبدأ مولر هذه القيمة 1 ليست متغيرين عليها ما يفرق عندي لما كان Load 1 قمنا نحكي قيمة Reaction ستكون عبارة عن إيش نحكي هذه القيمة نصف في 1 أو نصف في B1 مثلا قيمة Load في قيمة Influence Line وكان هناك اكثر من Load قيمة Load 1 قيمة Load 1 في Influence Line 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 هو يقول لي اوجد ماكسمم اوجد اعلى اشي وكيف هؤلاء الـ Loadات الخمسة يكونون ماكسمم نضع هذه القوانين لان اضطقها القوانين لان اضطقها اتفيد الطريقة الاولى هي Try and Error يعني مرة افرض انه B1 هنا ونكمل ونفرض انه B1 أبره مثلا أبره بيم ونفرض بيم ونفرض بيم وهكذا بظل اجرب لحتى تطلع معي اعلى قيمة ونفرض خمس مرات يقول انت بحك علي لا فيندي طريقة اسهل طريقة سهلة كثير وهي كالتالي طبعا لا تتعرف شي اكثر من Load طريقة انه السيارة تمشي فاتت الجسر فاتت 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 ونطلعت اعجالها اعجال السيارة فهاي الفكرة احكيه لك تفعل اعجال وايضا احكيه ونفرض انه B1 هنا فنفرض مقيمة 3.8 طب حطيت B2 هنا طب حطيت B2 هنا وحطيت B3 هنا طب تطلع معي 125 لان افرض ان احضر بهم فحطيت B4 هنا 515 لابد ان اعجال انه اعلى شير رح يكون عندي ونفرضي عندي A طب على اي اساس ستعرفت بائما عشان تعرف هون لأي اشي بشكل عام سوف تغير بينه وبين اللي قبله يعني انا حطيت بي وان مية حطيت بي توضعت مية وعشرة قدش الفرق بينهم عشرة الثاني نقص الاول بس لما حطيت اللاد الثالث مية وخمس وعشرين طيب قدش عن اللي قبله خمس واشتين نقص مية وعشرة فهو موجب خمسة عشر يعني نظل يزيد بس لما حطيت اللاد الرابع طلب معي سالب عشرة فكون وقل فانا ايش بعمل على اخر اشي وقفت عليه اكثر اقصى اشي وقفت عليه كان الموجب 15 صح الموجب 15 متى صار لما كانت P3 هون لما كانت P3 هون صار عندي تغير مقداره 15 عن اللي قبله فبالتالي الماكسيموم رياكشن بحدث ما يكون عندي تغير بوزيتف 15 لما يكون عندي الرياكشن 125 ايه لما يكون عندي قيمة الرياكشن 125 ايه لما يكون بي 3 على اللغة يعني الاسهم عندي هكك ما هي بي 3 ما هي بي 4 بس لما اجي اطل احسب قيمة الرياكشن 125 فانا احسن ماذا اعمل trial and error اطبق تطلع حضر القيم موامل هكك السيارة اخت trial and error طويلة لاحظ انا من رحلت و هكك و هكك لاحظ انا قداش اصار في اخطاط اطلق الفرط في كانت اليفر في سالب و موجب سالب زاليك فانت فانت و لا تعجب حالك عندي انا طريقة 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 الدكتور طريقة الدكتور كثير حلوة طريقة الدكتور تحكيه لي كثير بتطلع بتفرض اول اشي انه اول load هو مكانه هون قيمة الـ reaction لما اضعهم تقوم بمجموع 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 10 زائد اي على 20 طيب بس بطلعك ما هي 10 زائد اي و ما هي 20 هي كالتالب اذا فرضت في البيم هاذ 20 هذا البيم 20 يقال يعني اذا رسمت الـ influence line انا بتوجد الـ RA بسه اقول لك هون اذا ربت اوجد كيف احل كاكب بكل بساطة قيمة الـ reaction هي P في 10 على 20 زائد P في A على 20 مجموع P او بشكل عام بالمختصر تغير في الـ load عبارة عن مجموع P في A على L ناقص P1 ما هو مجموع ما هو A و L و P1 بشكل عام ماذا هو هذا الاشي انا قاد اخبطه التالب هذا الاشي كالتالب معم نعم ناقصر مثل هاي الارقام من وين اجت مثل P 10 زائد A على 20 انا بقول لك فرض طول البيم 20 لكن هذا القانون ليس للمثال هاذ ومتخربت سلائداتها للمثال هاذ المثال هاذ بيقول لك انه انا لما مشيت مسافة A هذا اللوت كان هون مشى مسافة A بيقول لك قيمة الرياكشن عند A قيمة الرياكشن عند A خذ المهمة عند B يساوي 0 ف P في 10 زائد A تساوي R A في 20 فبالتالي R A تساوي P في 10 على 20 زائد P A على 20 هي هاي العلاقة هاي العلاقة بيقول لك انه الرياكشن بشكل عام هي P فهون بيحكي لك انه الرياكشن عندما حسبت الرياكشن لأول مرة على فرض هذا السؤال كيف حليته؟ طلع معي هاي العلاقة صح؟ طلع معي القانون اللي يطلع مش شرط هاي اللي يطلع اما اللوت الثاني ماشى وصار هون قديش مسافة بين اللوتين هي ايه؟ فبحكي لك انه الرياكشن يعني بدل ما حسبت الرياكشن انا بطلع الدلتايات وعند اخر الدلتايات انا بعرف وين مباشرة فبيقول لك الدلتا V هي مجموع اللوت لعلى البيم لعلى البيم يعني انا هسا بالحالي هاي لما وانا اللواء الاولى طلعت ماذا طلع على البيم؟ عندي عندي بي 1d let the talk بي 2d3dB4D5 فاخون المجموع اللوت بي 1 거� squat بتوضع مجموع بي 1 ضع بBy لعلى البيم افرض انه بي 2 طلعت كيف صار الشكل؟ صار الشكل عند البير هون صح؟ فكما هي المسافة بين B2 و B3؟ هي المسافة B فبالتالي هي نفس العماقة لكن B هاي لا تتضمن B2 يعني مجموعة B هي عبارة B3 و B4 و B5 فانت بتشوف التلتيات إذا هاي مثلا 10 هاي مثلا 5 لا مثلا سالب 10 الخمسة عادة تكمل لان اظل يزيد وزاد في الميات صار مثلا سالب 5 فايش؟ انا بوقف هون لما وقفت هون وكانت 10 كانت اللود الثاني هي هون بعدين بجي بحسب الرياكشن بحسب الرياكشن عادة على هاد الاشي على هاد الحكيم B2 و B3 و B4 و B5 بضرب المفلوصي أو بحل يدوي بحل يدوي مجموعة المهمة بضرب قوة في المسافة و هكذا فانت بتعرف شغلي واحدة كمان هاي سيارة بتتحرك هاي عجال هاي شاحن هاي شاحن بس شوف اللودات هذول اللودات هذول طولة من البيم او اقصر لكي تعرف هم هذول الرسمي هاي هل هي جوة البيم او براتو او ايش؟ فاول ايش لازم تعرفه عد اللودات هذول فهي عبارة عن 15 35 30 و هاي ثمانية ... 38 فهزولة موبرهم عبارة 38 يعني انا لو حطيت العشرين هاي هون فاخر قيمة راح تكون هون هاي المسافة هم.. يالله من بلش بيقول لك اوجد Find Maximum VA Find Maximum VA من اوجد الرياكشن عند ال A فاش بعمل انا بحط هؤل كلياتهم بحط اول واحد هون هون العشرين صورات شو بطبق القانون شو بطبق القانون بحكي هيوها مجموع اللود كم هو مئتين واربين مجموع اللود هو مئتين واربين انا بحسة بعد تغير ان بدا شوف التغير مباشرا ما بحسب انا قيمة الرياكش بحسب التغير وبعدين بشوف قيمة الرياكش يعني، لو طلع التغير بمباشر اسائل انا خلص وليش أحل حل صرب مباشر او بحكي الماكسموم انفلونس لاين هو عند ال A لو ميكون اللود الاول عند ال A فاخذ، اخذ مجموع اللود مجموع اللود كله تم ذلك هم مئتين واربين امم في عندي اربع ثلاثينات واحد اثنين ثلاث ثلاث ااربين اعجزي وعندي عندي ثلاثين بخير أربعة ثم أربعة ثلاثينات العشرين والراهة العشرين طلعت هو فرض حل على اساس انه ابقيني هون طيب ليش ما عمل زي هيك مش غلط هو بحل على التغير يعني يعني انا لو بدي احل بحط هنا العشرين وبحل بس شو بصير عندي طلع ما يا رقم بس انا مش هستفيد منه حتى اشوف التغير فاش عمل طلع لبيون فلما طلعت العشرين قداش يدلق القوة اللي ظلت على البيين ظلت هذول جمعتهم طلع عميتين واربين فطبقت القانون بي في اي على اقل هذا طوله اربعين هاي اربعين المجموع البي هم بس مجموع القوة لجوه كم بطلعوه؟ ميتين واربين والاية هي المسافة اللي طلعها اللودي الاول هي خمسة فطلع ما موجب عشرة طب اموري تمام طيب جرب حط اللودي الثالث هون يعني حط الاربعين هاي هون وطلع الاربعين والعشرين فقداش بيظل شي لالاربعين بس يعني قداش ضل ميتين فبطبق ميتين في خمسة المسافة بين الثاني والثاث هي خمسة اربعين ناقص اللودي اللي شلتها ناقص الاربعين فطلع ما موجب عشرة بخمسطاش وما موجب عشرة بخمسطاش لما طلع ما موجب عشرة بخمسطاش يتغير نقص لازم يزيد بالتالي اعلى شير عندي هو لما كانت بي ون خارج الاسبان يعني لما كان لودعت هاي اربعين هاي اربعين هاي ثلاثين هاي ثلاثين هاي ثلاثين هاي ثلاثين هاي ثلاثين زي هك فاش بتعملها السابت ويجد الرياكشن عند الاي بحكي مجموع المهمات عند البي زاوي زيغو يلا احنا قلنا هاي اللي هون صح؟ هاي اللي هون اربعين اربعين زاوي زاوي خمسة وثلاثين زاوي 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 ثلاثين في اثنين وعشرين بحل هيك طبيعي زاوي ثلاثين في طبعطاش زاوي ثلاثين في اثناش ثلاثين ثلاثين سبعة هل هم اطلع معك هاي وشوف سبعة واثناش سبعة واثناش ثلاثين وعشرين هاي ثلاثين باش خمسين ثلاثين وهي الاربعين هاي القيم الاولى اللي حطيتهم في الطول وطلع عندي حسبت ري اكشن عادي ولا عندي اختلاف في الطريقة احسبت ري اكشن احنا خلصنا طريقة الري اكشن في بسكة هالي بتفرث بتحل على اساس انه اول لوت فره وتحل بتشوف التغيوري فطلع سالب هو مباشرة لماكسيموم شير لما كان اللود الاول موجود طلع معين موجب بكمل يعني بشوف اللي بعدها لحد ما يوصل عندي سالب بوقف وبحل لما هون صارت الزائد عشرة لما بيون كانت خارج الممبر حس لما يطلب مني عند شير لما يطلب شير عند اسبع عند نقطة شير عند نقطة طبعا كان العادي يا تريل اند ارور هل كيفين تريل اند ارور يعني برفض اللود الاول هون اللود الاول هون زي هيك لحد مطلع الماكسيموم شير طبعا ما يطلب فهذا بجيب افرض مثلا اولا اشي البي على يمين السي يعني البي هون هاي معنى يمين السي وهي يعني يسار السي يعني مره ان اضرب النص ومره ان اضرب بسالب نص مثلا عن هاي الرسمة نرسمها على طليقة مالر ونجيب الاركم هاي سالب اي على قل سالب وهاي بي على قل هان تمام فهان شو بحكيلك انت لاحظ هسا لما انا اجي اقطع عن بسي واندي هاي ر اي بهاي في سين بالتالي الشير عندي السي في حال لما مايكونش ولا لود هون ر اي نفسه في سين ساركنا شو قانون ونفلا بي في اي على قل دلت ر اي ونفسه بدلت في سين يعني هو بي في اي على قل بسا هاي متى بتصير لما انه دخل اللود الاول بسا لما دخل اللود الاول بسا لما دخل اللود الاول بسر رسمه رسمته قبت شوية لما دخل اللود الاول ل الجهة السالبة صار هون بسا لدي ر اي ساوي او ناقص بي ناقص بي ساوي في سين وفي سين وزاد لود فانا قصنا لدينا ر اي ناقص بي وانا اعطني في سين فبالتالي تغير في الدلتها هي مجموع بي في اي المسافه اللي ما شاءها ناقص بي وانا فانا بظل امشي لحد مايصير سالب ومجموع بي هنا مجموع بي بتتضمن تتضمن كيف تتضمن اللودات يعني هون هون لما حكيت مجموع بي كنت اشوف من اللغة جوة بي ومن اللغة بر البي بس هون هي وصلت لهون بس ثالث هي ضلت جوة البي فبالتالي مجموع بي هي ضل مجموع بي لحد مايطلع دخل معمي المثال دخل معا مرحلة واندي هذ المثال يوجد اعلى شير موجب فهي 15 وهي 25 هاي المسافة 25 على 40 مسافة سالب 15 على 40 اعرفنا كيف اي على قل وبي على قل لاحظ ان هنا المسافة ان طول هذا البي كامل 40 صح؟ صح. هو طالب مني ماكسيما بوزيتف شير. يعني انا بدي اللودات تكون لهون بس. اذا وسط الطوام بصير سالي بس عادي. بحاصل تغيير. شو عندي بصير. بفرض ان اللود العشرة هون. لما اللود العشرة هذول 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 كم طولهم? هل قلت لك اول شي شوف عددهم? يلا. خمسة احداش واربعة خمسة عشرين واربعة عشرين وهي ثمانية عشرين وهذا طوله مجد بس. خمسة عشرين. فبالتالي فيبلغة بره. هاية فيه لود. LoveCOM فبالتالي مجموعة P راح تكون عشرة زائد عشرين زائد عشرين زائد 15 زائد 15 زائد 20 فهي مجموعة P بس انا اكيفんで احسب انا اول شي؟ احسب التغيير. يانا بدي افرض ان اه واحد مشه. يعني انا مابحسب انا اول مرة كمتعدتهمات فتشوف اذا مشه. اذا مشه بتي حسب التغيير. يعني بهاي الطريقة انت بتحسب التغيير بعدين بتشوى لما حسبت التغيير لما تحسب التغيير العشرة هاي صارت هون فبالتالي هي مشهة المسافة المسافة اللي بين اللودين هي ستة فبالتالي مجموع P في ستة أربعين طبعا ناقص لماذا نناقص هاي اللود هاي تصار هون تصار ناقص P1 تصار عشرة يعني ثم P7 فاتت وصار اليها تأثير تأثيرها ايش هو 20 المسافة اللي مشاها قديش مشاه هو ثان هون ثان صار هون اذا كان طوله 25 بس هاي كانت كمان ثلاث ومشا ستة ففاتت ثلاث فاتت ثلاث ثير اللود الذي دخل هايو مجموع P كل اللودات اللي جو البيم ليش؟ لانو P1 بعد هون ايو مية بلون العشرين اللي بره ليش؟ انو انا انا ضفتها بعدين هايها ضفتها هون ما جمعتهم معهم ليش؟ لانو هاي ثلاث بس هاي مشت ستة تأثيرهم مختلف يعني انا لما احل لما حطت مجموع P ضمنها من العشرين اللي عشرين كانت بعدها بره لما ضفت تأثيرها ضفتها لها مشت مسافة ثلاث ليش مشت مسافة ستة لما تحط P3 هون لما تحط P3 هون بس هاي المحلات لما حطت P2 هون لما حطت P2 هون لما حطت P2 هون لما حطت P2 الثاني هون كمسافة بين P2 خمسة فمجموع P5 مجموع P هم كاملين بس نتأكد مشت خمسة وهاي لما كانت ماشية ستة مشت 11 وهاي مسافة 15 فاللودات كلها جوبة فمجموع اللودات هون مية وعشرين كأنه مية وعشرين في خمسة في أربعين ناقص عشرين فش هون زائد التأثير لماذا لا يوجد إشي لود بره وكان فايت يعني هذا القانون هذا القانون بطبق لما تكون هاي إش لما يكون في لود بره وبتفوت وهاي اللود اللي صار عند الجهة السالبة المجموع البيل اللي كانوا اللي كانوا جوه البيل بس فبطلع عندي هاي بطلع سالب لما طلع سالب فانا بحسب هون هون شو كان لما اعطت نسة ونص لما كانت P2 كانت هون فلما أجي هسا بدي أحسب ماذا هل ست закон لما تكون لمما تمو احتasis لدي بالب بسجأ على زین ا PBS وسعلي لك عشرة في المسافة hear настоящイ siinä ناقص عشر في المسافة hear ناقص عشر في المسافة hear ناقص عشر في المسافة hear ناقص عشر في المسافة ناقص عشر في المسافة hear ناقص عشر في المسافة ليش؟ حكينا قانون الرياكشن بطرح منه لو عندي لودرين جوه بطرح اللوديين ليش؟ أخير انك قطعت وشوف شو بصير معك لاحظ انه لما صار سالب معناها الماكسيموم شير لما تكون عندي البيتو هون مش البيتثري هاي طاص شرح حال زي ما حكيت وعقينت الشير 35.4 بس انت حاس حالك مش فاهم تقدر انك توقف الفيديو وتسألني او ارجع بعيدك هيا بشكل سريع بشكل سريع كالتالي انا في عندي اكثر من لود عشان احل من اكثر من لود لازم حط لازم اجرب بالاحتمالات طريق التريال عند الودر بتغلب عشان هيك انا بشوف التغير باللود اشوف التغير باللود كيف ينتغير باللود افرض افرض اول اشي مش على النقطة اللي بدي اياها يعني هان طلب عندي الرياكشن افرض انها بره الرياكشن احل كيف يعني شوف اللودات اللي جوه بربهم اللي جوه بس بضربهم بالمسافة اللي مشت خاطين بايش بقسمها مطل كامل بطرح منهم اللود اللي كان بطلع تغير بالشير طريع موجب بكمل كيف يعني بكمل بطلع بي تو بي تو مشت مسافة كام بطلع مسافة بي مشت مسافة بي شو بصير عندي بطلع عندي مجموعة بي لالثلاث قوة لجوه بطرعهم في بي بطرح منهم بس بي تو ب ماكسما ممو المئة تمام ماكسما ممو المئة احاول احد ما توصل عند السالب بكاملش طب لما يطلب عند شير شير عند سببورت حكي انا حلينا اطرق اللود الاول بره اطبق هذا القانون يعني اول قانون بطبقه اطرق قانون اول قانون بطبقه اطرق انه طلعت لود بره هذا اطرق بطلات لود ثانية الآن اطرق ان تقيavored موقع plus اطرق بطبقه كيف اطرق؟ طبع لو اطرق السالب دعم اطرق الوقت هناك اضيف تأثيره قانون تحكين لا تحكين اطرق بطبق كلها يرجع الى الستاتيك والستركتر بداية المادة لكن الميود أطلب ماكسيما ممتع النقطة ماكسيما ممتع النقطة هو أسهل درس هو أسهل درس كيف يعني أسهل درس؟ كالتالي بحكي لك ببساطة هنا أفرض لودة من اللودات على السينة تسمى كل ما يريد هذا اللود فيه منه و لودات و فيه بعض و لودات سأقوم بمسك بحسب الأفرض لودات و بحسب الأفرض لودات ماذا سيحدث عندي؟ سيحدث عن درس سأقوم بحكي لك هون لو أضعت واحد من اللودات عند السينة سيقول لك لازم يحقق شرط عندك أنه أفرض لودات يعني مجمع اللودات على المسافة يجب أن يساوي بعض يجب أن يساوي بعض طيب يجب أن تحقق هذا الشرط هذا الشرط كيف يحققه؟ كيف ينزيل الميزان يعني كالتالي حطيت مثلا بي ثري هون بي ثري عندي هون أنا بي ثو مثلا بي هون بي ون ممكن تطلب بشيء من الحسابات لا عندي مشكلة عندي هون بي فور عندي هون بي فور عندي هون بي فور سأحسب الأفرج القلي على اليسار هو اليمين طيب هايوان أروح و أروح فيها بفرض كيف يعني كيف مش بفرض لأكبر بحل مرا على أساس أنها هي مع اليمين أهم؟ بحكي مرة الأولى بي ون زائد بو زائد بي ثري على ايه و المرة الثانية بحكي بي ثري زائد بي فور بي فايل على ب و أقرنها مع بي ون زائد بي يعني اما الأثر من قليل ميزين للإقصار ما سأقول أكثر الانتائج إذا جدت لتعالد يجب أن نقوم بدفاع كامل الانتائج على الانتائج أكبر من الانتائج السنوات جدا يجب أن نقوم بدفاع بمثاله إنها نرى الآن وانا في مرحل جد أن نقوم بمثال الاوليغام في السوم لا أضع B1 لا أضع LOD لأنه لا يوجد شيئا على اليسار لا دعني مثلا B2 يعني أول LOD أضع شوف ما تفرض و تفرض مرة أنه B3 هي مع جماعة اليسار و تحل إذا طلع معي اليسار أكبر من اليمين نشوف كيف نفرضها مع جماعة اليسار و طلع على Average اليسار أكبر من اليمين و موري تمام أنت تفرض مرة أخبر من اليمين و تضع إليها مع جماعة اليمين إذا تخطيت الشركة مع الجماعة اليسار فأكبر من اليمين معناته هي أكبر P3 التي تقوم بضعها ال Belton و تحسب و تحسب أنه بل سألت bien وأضع LOD اع LOD الإسلام و يمكن أن يكون أما إذا كان لا تتحقق الشرط إذا كان LOD مع جماعة اليمين يمكن أن أضع LOD اكبر لود مع جماعة اليسار اليسار اكبر احرك كيف احرك بخلي بفورهم نفس الطريقة يعني بمجرد ما انك فرضت اللود مع جماعة اليمين لازم اذرج اليمين و لما تفرضه مع اليسار يكون جماعة اليسار اكبر شرطين تحققوا موري تمام هذا المثال لماذا هالطريقة تفيد لانه الكتاب ازعم اشياء في لودات فبتحلي trial and error اما في حالة مليار لود ما بنفع معك الى طريقة الطريقة تكون جدا ممتازة فانا افرض عندي احد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثانية تسع عشر افرض افرد اللود الثالث افرض هذا افرض مرة يكون اليسار افرض انه على اليمين اضع لود 25 افرضه على اليسار ها المسافة 25 هاي اثناش وهاي اربعة اقل من 25 اموري او المسافة عشر تضمين الجهة اليسار عنده ستة 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 اربعة ثمانية ستة ثمانية ثمانية هل كلهم جوا البيم ام لا لا تحسب ابرج لودات لما تكون هاي هون ستة وستة ثناش وستة ثمانة اربعة ثنين وعشرين ثمانية ثلاثين وستة ثلاثين يعني في بره البيم في بره البيم فاشف انها ستحسب مجموع الابرج اللي على اليسار افرض اللود انها على اليمين فعندي اللود هما عشرة وخمس وعشرين لود ثلاثين افرض السي هون هون الرسمة معوقة افرض السي هون تمام افرض الخمس وعشرين على اليمين فتحكي الابرج لهذا البيمتين خمس وثلاثين على مسافة خمس وعشرين شو بتساوي تساوي الابرج اللي على اليمين بس ايش بدون اللودات اللي بره على الثلاثين اذا طلع معي يمين اكبر اموري تمام ايش تنين افرض خمس وثلاثين خط بي ثري على يمين السي تسيب الابرج سترمعي 1.4 لما حسبت على الريد حطت اللودات اللي معي جوه البيم بعدا المسافات فرص المرس بش المسافات هو تعالى ثلاث ونصف ونفرصي معي اليمين وعلى المسافات ماهي معي اكبر من اليمين انا فارض مراع rét الثالث معي اليمين ونفرصي معي الريد اكبر لنفرصي معي الريد مثل ماهي بصير فرصي معي الريد لا تنفيذ اللودات اللات ليش؟ لان رايت نحن لازم اذا انا حاسبها مع جماعي الريد اليسار أكبر. وإذا نحن سيكون مع جماعة اليمين، يجب أن يكون يمين أكبر تحقق الشرطين هذو لم يتحقق. فكونوا B 3 لا يتحقق الشرطين هو أن أجرب في B 4 يعني اجرب رسمي المرسومي هون. فورد في جماعة اليمين. فعندي هذول الثلاثة ايه. وهاي مع اليسار طلع اليسار أكبر. اي طلع اليمين أكبر. طب وأنا فرضها مع جماعة اليمين vue اليمين أكبر. طيب هيا. طيب نفرضها مع جماعة اليمين فرصتها مع جماعة اليسار فرصتها مع جماعة اليسار و اخرى اليسار اكبر لانتو الشرط تحقق لانتو ماكسيما مومت لما اللود اربعة فسنوما اللود كان هون مجموع المومت عند البي لا الرياكشن هي مجموع المومت عند البي حسبت الرياكشن طلع هيك بعدين شب اعمل بقطع زي هيك في عندي اللود العشر الاولى ثين نحن 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 ملمات بحسبة الرياكشن الطلع لمعرفة تحقق ما نحن 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 نعين منزل منزل هذه المسافة 10 كgenes آل 15 مسافة 12 18 مسافة 6 اazzi 6 25 اي 16 لابا لودات عندي لا اهي الرياكشن هاي السابب رياكشن اهي الرياكشن فضل سواهي ثلث لودات مية بالمية طلع على مومات الفتلس مية وفينشتين طلع علينا الابسلوت ماكسيموم للودات هاي الابسلوت ماكسيموم يعني توجد اعلى مومات بالبيم ماكسي عند نقطة اعلى مومات بالبيم هاي كابل هيك انت فاهمت اللي كابل ولا لا لازم تنتبه تفاهمهم ما بعتمد عليهم بس انت عشان تحيل انفلونس لان بالفاينل راح تعرف تحيل بولا لا لازم تطبق هذه الطريقة هاي الطريقة سهلة قلنا ننتقل نشوف اول نفرض اول لود بره منطبق القانون تغير موجب بكمل تغير سالب ما بكمل ما بكمل يعني بفرض ان لود اصلا هو اصلا مش بره يعني بفرض ان نجوبة بعده نخرج ر fabrication عندي مليار لورد ، الان هنا كيف حل أصلا وجد رائمش ان القانون عندي 5 لوداد ووضف لوجد رائمش ان القانون عندي م مالians لوجود 5 حيال لiver وجدد بنفس الطريقة بس فكرة ان مجموع بي وانا كما حرت بحركة بشيلة 10 مالان ل هذه المجموع بعض معظم هنا تنبق ابداorer العشرين لازم عن resid 다시 اخرج من ما لاحا침 باistics إما هنا تب Пол ang perspectiva عن C قلقت suggested in the dead وصلت جوا متبدي فمجموع البي هو مجموع الودادًا جوا البيadores计 Without a TV بجيها الموجبين. مثال واذا واحدة كانت تبرى بشوف كميش تأثيرها لما فاتت. الماكسيموم تشوف اسهل اشي الماكسيموم. بتشوف اذا هي مع جماعة اليمين. اكبر اشتراع مع اليمين كويس. مع جماعة اليسار افطر مع اليسار اكبر من اليمين. ثلاث. وهو لي كي تكلو بابو تدري اكشن. غير هيك لا. حس الابسوليوت ماكسيموم. الابسوليوت ماكسيموم هو اشي بتشوف سنتر اليم. هو النص اليم. اذا هاته طوله قلب. هيئة العثنين. هيئة العثنين. شو بتعمل بعدين. شوف القوة المحصلة. توجد القوة المحصلة لهذه الخمسة. كيف دي اوجد القوة المحصلة لهذه الخمسة. بتعمل اشي اسمه ريبلايس اللي اختناها بالستاتيك. تعمله مراجعة بسيطة. عندي بيم كالتالي. بدي اوجد. موقع المحصلة. كيف دي انا موقع المحصلة هاي ار. تمام تمام. بدي اوجد هالمسافة اكس. هذا الريبلايس كان بالاستفق. شو بقولك. وساطة بقولك. ار هي القوة المحصلة. خمسطاش ساعد عشرة. في المسافة اكس. تازمة تساوي. عشرة في الثلاث. ساعد خمسطاش في الخمسة. الخمسة هوا. آه. تمام. تمام. طمع قيمة اكس. هيئة انا بوجد. وين. مقدار القوة المحصلة. فهاي عشان توجد تعمل. مجموعة القوة. فيها. طبعا من قوة لجوة البيم. طيب. شو بقولك. 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 اللواجي الاكبر. هاي بي تو هاي بي ثري. الاكبر مثلا. فرضا بي تو. بقولك. انه المسافة. المسافة اكس. هاي المسافة اكس. المسافة اكس. لا. هاي المسافة دي. بقولك انه. خلنا اقرأ الملاحظة بس. ؟ اقولك. بقولك. ا Blindsight سے تربط لجوة المنزل. من اللواج ال اكبر بي تو. طبعا بي ثري تبدو مستفقات. طبعا بقي 좋아요 يكون هي المنزل. فبكون الماكسيمان مومنتون هاي الفكرة وبتحل بقول لك فبالعادة بكون هي الاكبر يعني هي بقول لك عادة فبتكون المسافة بينه وبينها في نص المسافة بينها وبين سنتر بين يعني مثال لو كان عندي لودين عشرة وخمسة مسافة بينهم اثم عش فكيف دعو يجد اول شيء القوة المحصلة فبقول لك عشرة زائد خمسة خمسة في اكس فتساوي ونلت نستخدم المكان الإنجاية أستغنى ليس المحصلة USC هذه الحالة تنظر ربما تظه during your questions ل replayة Y أفرض plaintiff افرض Đây فقيم dining دعو قيم why 進 ودخ Lewis فماذا تم handled? واستغنى Southwest تنصف المسافة فمين أقرب؟ من أقرب؟ هذه المسافة 12 هذه المسافة نطلعتها 4 فهذه المسافة كم؟ 8 من الأقرب؟ العشرة عشرة أقرب فماكسما مومات هوم شو بيعمل هسا؟ أعمل كالتالي هيا بيقول لك مجموعة الر عند الإي خلاص هي خمسة اثنين هذه المسافة مجموعة الر عند الإيجاب تقوم بيعمل 0 هذه المسافة 2 فالإيجاب يكون طولة 24 فإذا هذه المسافة 12 والمحصلة فتفصلها بصراحة فإذا هذه 24 هذه 12 هذه 12 12 المسافة 2 في المسافة كلها 12 فكم ضل العشرة؟ إذا هذه المسافة هذه المسافة 10 فكم هذه المسافة؟ 2 خمسة في 2 زائد 10 في 14 فالطول كاملة 24 بطني 6 وربع فهذا هو قيمة الرياكشن بطني ماكسما مومنت فشو بتعمل؟ 6 وربع في المسافة هذه المسافة كلها 12 ومنها 2 فهذه المسافة 10 6 وربع في 10 22 بطني 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 لو عندي خمس لودات خمس لودات أجد ما أعمل؟ كالتالي مجموع المومات عندي خمسين 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 ساوي 0 ما شئ لديه سوف تحكي مثلا ر أفرض ر مثلا خمسة في اكس أعلم ر في اكس ر هي مجموع القوة خمسين وخمسين خمسين زائد خمسين زائد ستتين زائد ستتين مئتين وثمانين أقولك هذه المقصلة مقدارها مئتين وثمانين ثم 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 حتى سوف وبأقرب السابقة المحصلة صح؟ صح هذه المسافة كاملة 17 فكيف تعمل المسافة بين الوطين؟ نعم صح أو لا؟ صح بفهمها فيهم بقول البيم كاملة 50 فهاي 25 لماذا بي 25؟ لأن هذه المسافة المسافة هي 17 هذه المسافة 17 صح؟ هذه المسافة 17 سأخذ منها 15 كيف تعمل هذه المسافة؟ هذه المسافة صغيرة كاملة؟ نعم تنصف المسافة بين المحصلة وبين هذه المسافة فأقرب الوطن هو هذا المسافة هذا أقرب الوطن 60 فأقرب الوطن سأخذ المسافة مجموعة المهمة عند البيم 0 سأخذ 60 في 6 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 سأخذ سأخذ ر المسافة 14 50 مثلا المسافة 10 50 50 15 50 50 15 PDF 50 20 20 40 50 50 51 54 51 75 潮 55 54 55 55 ما هو؟ طالب maximum positive moment يعظم الشير فهذه المومنت لها هيك maximum positive moment عند الـ A ماذا في هذه الرسمة؟ إلي أنه هسا تجد أخط load مثلا الستة هون ثلاثة دكتور الآن هاتولها كام ثلاثة ونصف كلهم جوال بيم دمكونوا ثمانية 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 ماذا تفعل؟ أفرج اليمين و أفرج اليسار أريد أفرض الـ C مع اليسار حsideية احدث عشر أو خمسة حتى تراية افرج أق lur pair justo пол�ام ثلاثة ثم كاليف من اليمين ik Eg نفرض مع اليمين الآن أنا فرضي مع اليسار الآنlliіль ماذا من الkeit هي فقط ثمانية على خمسة ثمانية على خمسة نعم الآنSON فرضي بين جمعة اليسار إلتعاب اليسار أكبر حيث أنت أردنا أموري كلام ثم consists cinانية أحقق عن الأول군 14 كيف تساوي 2.8 و 4 على 5 فأنا ألاحظ لما فرضت مع جماعة اليسار لما فرضت مع جماعة اليمين معناها الستة يعني أنا شكل اللودات هاي هي الصح و الستة هي اللي بتعطيني الماكسيمم مثلما تكون الستة عند السي كيف أعمل هسا لاحظ لنعطي الأسئلة الأسئلة بكل بساطة تطلع الرياكشن كمجموع المومات عند البي ساوي 0 ماذا بتعمل انت هسا بتحكي اذا هاي المسافة 2 المسافة 1.5 يلا مع بعض 8 ثم هاي المسافة 5 ثم اجزل 8 في 3 زائد 6 في 7 زائد 6 في 5 ثم acuerdo ثم ساعد 4 ناقص أربعة واحد ونص ساوي في الماكسي مومنت هو أربعة وثارثين هيا كفتوا ان انا ما فتحت الحل قدامكم انا ما طلعت على حل بصراحة انا وهاي اول مرة بصراحة يعني بسجل بديوهات بصراحة 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 اول مرة بحل سؤال انفلونس لايمي بيدي بصراحة 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 اول مرة بحل سؤال انفلونس لايمي بيدي تخيلوا حلات زي ما انا فهمت فرضت ان انا درسته هسا اظرت فيديوهات الدكتور وجيت درسته تحل مثال عليك طبقت القانون اللي فهمته طالب ماكسيما مومنت دراسة ماكسيما مومنت عندي سي هي هيك فبشوف اذرج الامين واليسار عند النقطة طيب هنشوف دراسة 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 تحل مليش فيه اما من نرى البين اهلا بجزء فلور جيردر تطفين دراسة و اصفين و اعدى و اثنين له اصفين وهذا فى اسم كالنفلودي بلدلودي و فيه اسر بكتاب زي ما خيانا مانتوقع سيأتي بانتحان سيأتي زي ما نشرح انا اش اتذكر في سؤال اجا هذا السؤال اجا اسرسان و اسألني عن سنوات هذا السؤال اجا اسرسان و اسرسان و اسرسان لذلك أوجد Absolute Maximum Shear Absolute Maximum Shear نحن أخذنا Absolute Maximum Moment فليس هذا السؤال هذا السؤال عجل نفسه يمكنك Absolute Maximum Moment Absolute Maximum Shear نحن ماذا نحكي ثلاث دقيقة Maximum Shear يطلب مني Maximum Shear يعني Maximum Reaction بس أنا هاي مش متأكد غالبا اه Maximum Shear فأنا نكون عند السؤال زي هيك بدي أحل على الرياكشن كيف بدي أحل قل من طريقة الرياكشن افرض ان اول لط اه فات بس هون فات هون كيف برط نشوف طيب انا بدي أحل له على اساس نجد Reaction B Maximum B يعني يعني بدي أحل ان هذا المشو لاحظ ما وصله عند البي نشوف ان اضبطها مع نفس الجهور لا افرض اول اشي من اللود الـ 25 صار هون و اللود الـ 40 هون اللود هذا طلع بره ثافت واحد ونصف يلا شو مختار التغير ثافت تغير ثافت تغير ثافت تغير انا بحسن بالربي ثافت تغير ثافت تغير ثافت تغير ثافت تغير او انا بفرض انهم امرجوا من اليسار التغيير سالب انا بدي اياه اطلع معي سالب احتاج من ثمانية سبعة خمسة انا بدي افرض من اللود ال 20 جوه انا بدي افرض اللود ال 20 جوه اخذ مجموعة المهمات عندي ال A انا بدي احلو فانا بدي اجي احكي لك لو بدي احلو لو بدي احلو طيب زين ما فرضت دكتور انا كيف كنت احلو احل عندي ال B بعدين اعكس اجز طريقة تحجبكم خلنا اجرب انا احل انا بفرض اني قاعد بدرس سؤال بقولكم والله او الامر احل احلو سؤال من الكتاب ولا احلو احلو سؤال طيب خلنا اجرب افرض زي هيك هو الاشيين لفرض من اللود ال 20 جوه مجموعة ال B مجموعة ال B كان 0 اقول لي صح بس في عندي ثير اللود ثير اللود هو 20 في ااا اضو نص ما شايف المشاه هو اضو نص كم يعني 20 في الرياكشن كان 20 لما هاي منطقي ندلت فيه فعليا هي نفس الرياكشن هي 20 دعني ادرب مفوتت عمش دلت فيه هي اول اول رياكشن اول رياكشن 20 بديش دعني ادرب لما فاتت ال 25 لما صارت ال 25 عندي ال A شو صار عندي شو صار عندي عند مجموعة ال B 45 مشت مسافة حطات ال 40 هون حطات ال 40 هون 40 40 في المسافة اللي مشتها بين الودين اربعة اثماش بس كأنه هيك انا مش عارف سراحة نعم التغير طلع موجب تغير طلع موجب تغير طلع موجب فبالتالي عندما اطلع التغير مع موجب هو اخر تغير موجب فاطلا معين اكبر تغير نعم اه فاعلا تغير موجب بعدين هسا شو صار يعني ال او 40 هون فيش بعمل هسا بحكي مجموعة المو ماتنة بطلع مجموعة المواتنة فيه فهو على رياكشن سنشوف كيف حل هو حل على اساس انه الود الاربعين هون حل مباشر بس هون مش منطق لازم تحل لازم تحل اعلى شهر تبع سبعة سبطين ونصف فرض اول مرة انه العشرين هون ثم مرة الاربعين هون انت لاحظ لما محطات العشرين هون صرت تغير سالفين ما وصل الى بطلع حيب هذا اه هذا السؤال اللي اجعب لازم تغير قيمة البيت قيمة البيت غيرت ولكن عندما نجد ما كنا نحكي نحكي اول شي سنتر لاين سنتر لاين سنتر لاين سنتر لاين فرض نصاره هون مسافة اللودات هذه فر مسافة اكس ففر في اكس فر هي قيمة 45 45 45 مسافة لديها حسنا من المسافة لديهم الصح فصف خ لافتق المسافة الأقرب المسافة الأقرب على المحصلة هي 25 فبالتالي فبالتالي هاي هاي المسافة 1.52 1.75 شو اللي عمله هون انا كنت حال صح بشكل معجقة هاي هاي المسافة طلعت معي مين أقرب 1.253 هاي المسافة هاي المسافة هون 1.253 المسافة هون في مين الأقرب دائما الأقرب الاربعين اه اه صح الاقرب الـ 25 الاقرب الـ 25 ليس 40 المسافة 1.2 المسافة الأقرب المسافة الأقرب ليس للمحصلة المسافة الأقرب المسافة الأقرب 1.253 فبالتالي اقطع بس بطبيعة اقطع بس بطبيع خلينا نعيد السؤال هذا ما بينشيني معجوق ما كنت معجوق بس ما عجقت من حل الكتاب فما يطلب مني maximum moment السؤال سنوات مشان تحكوش انه هاي maximum moment مجموعة P X يساوي القيمتين اللي ظلوا كل واحد قد اشتعمل بعدين بطلع تطلع معي المسافة هاي المسافة بين المحصلة وبين القوة هاي بسان ال centerline عندي هون شوف شوف مين ال اقرب مين ال اقرب اللود الاكبر فهاي اللود هون الاربعين هاي اثنان نصر اذا هاي المسافة اربعة مثلا هاي المسافة اثنان بوينت كدا بحل ها ال اكس والش مينة الاربع سبعة الاربع سبعة اksi لان fois قال لك ان هاي اثنان الاربع سبعة مatchنا المحصلة اربعين دقيش المسافة بانها ya ساقر واحد بوينت اثنين ها ساقر واحد ذلك للمسافة ساهت ما هو واحد thanked angl وواحدанд خمسة فالاخرام في ال اقرب اثنان من اربعة إثنين بوينت أربعة أقرب عن الـ 25 إثنين بوينت أربعة أقرب من اللي ظلت 1 بوينت أربعة أقرب بالنسبة للسنترلين جدت الـ Reaction حالي سيلاحظ Absolute Maximum هو لما كانت هون سأرى أسئلة ثانية هذه الأسئلة ممكن أن تأتي فأنت تمرس عليها كيف أجت Absolute Maximum Moment بالقرد الرحاف أول شيء هي السنترلين أول شيء اللودات هي ستة وعشرة مثل المثال اللي حليناها تقريبا ستة وعشرة المحصلة X هون كان خمسة فهون خمسة ثم ثلاثة وحضرت السنترلين إذا هي المسافة خمسة فهذه المسافة ثلاثة فنصف المسافة بين أطم وهو 1.5 وهو 1.5 وهي أقرب فالMaximum Moment سيكون هون Maximum Moment سيكون هون إذا كنت قطع أخذ الجزء اليمين أخذ عندي العشرة يعني دائما أرى المسافة الأقرب المسافة الأقرب على المحصلة المسافة الأقرب على المحصلة المسافة الأقرب على السنترلين وماذا قال هون لما حل كيف حل المسافة أربعة هذه المسافة الضلطة فحل على أربعة المسافة المسافة الضلطة 17 هذه المسافة الضلطة 17 وبالتالي من هنا لهم 2 ومن هنا لهم 8 وأخذ عليها وهو نفس الأشي المسافة الضلطة 35 المسافة الضلطة 18 ومن هناك سنوات ماذا تفعل؟ توجد المحصلة توجد المحصلة المحصلة 3 2.6 ثم 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 عندي الـ E هي أعلى مومنت منذ الثماني لاحظ ثم الثماني كانت هون بس يعطيكم عافية وهيك انتهت مادة Structure 1 في إثنين الله نركز و نعيد قبل نهاي تشغل المحصلة وين وبتحطها أقرب على الـ Center Line تحط الـ Center Line بتنصف المسافة بينه بين الـ Loadين بين الـ Load المحصل والـ Load العادلية بتنصف المسافة وبتحل بكون هناك الـ Maximum Moment نقطع عنده بتوضي الـ Reaction و الـ Moment سيكون عندي موجود مومنت النقطة شو بعمل أنا درجة يمين و يسار بشوف لما تكون مع اليمين لازم يمين أكبر لما تكون مع اليمين و اليسار أكبر لما تكون مع اليمين و اليسار أكبر فتكون هي الـ Load اللي بيعطيني Maximum Reaction و Maximum Moment بعمل الـ Share بنفس الطريقة وعند الـ Reaction نفس الطريقة عند الـ Reaction بحصل الـ Load بتطلع و بتحل أعطيكم أفعها في انتهت Structure 1 بإذن الله موسيقى موسيقى